المصاعب التي واجهها العراق في ظل أزمة الاقتصاد الإيراني جوهر تقرير نشرته صحيفة الانديبندنت البريطانية تحدثت فيه عن هذه المصاعب الانديبندنت قالت إن الميدان الأرحب للنفوذ الإيراني في العراق هو ميدان المال والأعمال إذ يرى الحاكمون الموالون لإيران في العراق البلدة كالرئتين وكالفتحة الواسعة للواردات والصادرات الصحيفة قالت إنه مع سعي الولايات المتحدة جاهدة لإغلاق تلك الفتحة في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني ومحاولة إدارة ترامب إجبار إيران على الخضوع السياسي من خلال فرض عقوبات صارمة تصل إلى حصار اقتصادي يبدو الصراع منفتحا على آفاق غير معروفة المنظور فلإيران أذرعها التي تمتد ليس إلى العديد من المصارف الخاصة عراقية لإسم إيرانية الإدارة والتوجهات بل حتى في البنك المركزي الحكومي في العراق الذي لا يزال عبر مزاد العملة الأجنبية اليومي يوفر لإيران كل ما تحتاجه من العملة الصعبة الصحيفة أضافت أن إيران تبيع للعراق بضائع سيئة نوعية تبدأ من الأسلحة ولا تنتهي بمياه الشرب بنحو 20 مليار دولار سنويا وهو ما يوفر لها ليس مهربا من العقوبات الأمريكية وحسب بل غطاء مهما لعملتها المتهاوية واستطردت الصحيفة البريطانية أن الأخطبوط المالية الإيرانية في العراق المدعومة من أحزاب بغداد الحاكمة هو الذي يتحكم بحياة العراقيين فبكبسة زر أوقفت طهران مؤخرا تزويد العراق بالكهرباء في اختبار للمدى الذي ستذهب إليه بغداد حيال الصراع الإيراني مع واشنطن فوقف التيار وهو الشغل الشاغل لحياة العراقيين كان بذريعة أن العراق لم يسدد ما عليه من أموال لإيران بسبب العقوبات الأمريكية ما اضطر بغداد الطلب من واشنطن استثناءها من العقوبات على طهران تصديد فوقفنا نامره